تحل اليوم ذكرى ميلاد عالم الكيمياء الدكتور أحمد زويل الذي ولد في مثل هذا اليوم السادس والعشرين من فبراير من عام الف وتسعمائة وستة واربعين حصل زويل على جائزة نوبال في الكيمياء في عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين لأبحاثه في مجال كيمياء الفمتو ويعتبر رائد علم الكيمياء كيمياء الفمتو ولذلك لقب بأبو كيمياء الفمتو التفاصيل في هذا التقرير أحمد زويل عالم نصري ملأ العالم كله بعلمه وعبقريته حتى خفر اسمه بأحرف من ذهب في سجل العلماء ولد أحمد حسن زويل في السادس والعشرين من فبراير عام الف وتسعمائة وستة واربعين بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وفي سن الأربع سنوات انتقل مع أسرته إلى مدينة دسوء التابعة لمحافظة كفر الشيخة حيث نشأ وتلقى تعليمه الأساسي هناك التحق زويل بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية وحصل فيها على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف عام الف وتسعمائة وسبعة وستين في الكيمياء ثم عمل معيدا بالكلية قبل أن يحصل على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء ولم يكتفي الشاب الطموح بما حصله من علم بل سافر إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراسته في منحة دراسية وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بانسوفينيا في علوم الليزر ثم عمل باحثا في أكثر من جامعة هناك تدرج زويل في المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كالتك حتى أصبح أستاذا رئيسيا لعلم الكيميائي بها نجح العالم الفذ في ابتكار نظام تصوير يعمل باستخدام الليزر له القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض والوحدة الزمنية التي تلتقط فيها الصورة هي فيمتو ثانية وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية وفي عام 1999 حقق زويل إنجازا تاريخيا بفوزه بجائزة نوبل في الكيمياء ليصبح أول عالم مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء وبسبب إنجازاته وتفوقه ورد اسمه في قائمة الشرف بالولايات المتحدة التي تضم أهم الشخصيات التي سهمت في النهضة الأمريكية وجاء اسمه رقم تسعة من بين تسان وعشرين شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر كما اختير زويل ضمن مجلس مستشار الرئيس الأمريكي للعلوم وتكنولوجيا والذي يضم عشرين عالما مرموقا في عدد من المجالات وفي مصر حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1995 كما نال قلدة النيل العظمى وهي أعلى وسام مصري وفي الثاني من أغسطس من عام 2016 توفي أحمد زويل بعد صراعا مع المرض عن عمر نهز السبعين عاما وأقيمت له جنازة مهيبة شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة تقديرا لمسيرته العلمية العالمية الرائعة